اثلاثة صباح حان الواحدة بتوقيت جرينيت شامو جز اخباري يأتيكم من القاهرة اهلا بكم تنطلق الأحدى فاعليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 الذي تنظمه الحكومة المصرية بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين ويستهدف المؤتمر التوافق على خارطة طريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة واقتراح سياسات وتدبير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري كما سيشهد المؤتمر الاعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية أكد توكلة ستاندرد أنت بورز تصنيفها الاعتماني لمصر عند بي بي مع نظرة مستقبلية مستقرة ويأتي تصنيف مصر مدعوماً بسجلها الأخيرة في الإصلاحات المالية والاقتصادية ونمو الاقتصاد المصري بشكل سريع رغم التحديات العالمية وقع الرئيس الروسي بلاديمير بوتين على مرسوم بشأن تأسيس مجلس تنسيق تابع للحكومة الروسية لتلبية الاحتياجات التي تظهر أثناء العملية العسكرية الخاصة وجاء في الوثيقة التي نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية أن القرار جاء من أجل تعزيز تنسيق عمل السلطات التنفيذية الفدرالية وسلطات التنفيذية للكيانات المكونة لروسيا الاتحادية خلال إجراء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أعلنت أوكرانيا أنها استعادت بلدات من القوات الروسية في منطقة خرسون بجنوب البلاد فيما قامت السلطات المحلية تابعة لروسيا بإجلاء ألاف المدنيين في ظل تقدم قوات كييف وقال أحد مستشار رئيس الأوكراني أن منطقة خرسون تم استعادة 88 بلدة بها قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أنه لا يرى دلة على أن روسيا متهمة بأداء عملياتها العسكرية في أوكرانيا وأن موسكو تدفع بدلا من ذلك في الاتجاه المعاكس وأضاف بلينكين أن واشنطن ستنظر في جميع الوسائل لتعزيز الدبلوماسية مع روسيا إذا رأت أن هناك فرصة قالت وزارة الدفاع اليابانية أنها ستجري مناورات عسكرية مع الولايات المتحدة بدءا من العاشر من نوفمبر المقبل وسط تزايد مخاوف الدول في المنطقة وخارجها من تنامي القوة العسكرية للصين ونفوذها وتجري البلدان المناورات التي يطلق عليها كينسورد السيف البتار كل عامين في مناطق من اليابان ارتفعت أسعار النفط عند تسوية التعاملات مع التفاؤل الحذر بشأن تعافي الطلب على الخام وتقييم المخاوف المرتبطة بالمعروض وصعدت العقود الآجلة لخام برينت بنحو دولار واثنى عشر سنة لتبلغ عند التسوية ثلاثة وتسعين دولار وخمسين سنة للبرميل وأنهى خام غرب تاكساس الوسيط الأمريكي تعاملاته مرتفعة عن أربع وستين سنة ليصل إلى خمسة وثمانين دولار وخمسة سنتات للبرميل قلص البريطانيون نفقاتهم وسط ارتفاع تضخم في البلاد إلى عشرة بالمئة وصلتت وسائل إعلام بريطانية ضوء على خوف البريطانيين من احتمال حدوث ضغط أكبر على قوتهم الشرائية في عام 2023 بعدما ألغى وزير المالية جارمي هانت تخفضات ضربية سبق أن خططت لها ورئيسة الوزراء لستروس التي أعلنت أمس استقالتها في الختام لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو أركود الظاهر على الشاشة شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة